خلوني من هنا أنتقل بيكم إلى أهم أخبارنا النهاردة والنهاردة استقبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أصل الاتحادية السيد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي ده كان بحضور سيد الوزير سامح شكري وزير الخارجية المصري أيضا سيد الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية كذلك السفير عبدالمطالب إدريس مندوب ليبيا الدائم لدى جمعة الدول العربية فخامة الرئيس رحب بزيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى القاهرة وأكد دعم مصر الكامل لكل ما هو من شأنه تحقيق المصلحة العليا لليبيا الشقيقة والحفاظ على وحدة أراضيها وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي ده في إطار المبدأ المصري الثابت الراسخ الداعم لإطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسؤوليتها ودورها وصولا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا وإنهاء هذه المرحلة الانتقالية بإذن الله بكل خير وبالطريقة اللي تتيح للشعب الليبي الشقيق مجال واسع وواضح لتقرير مصيره واختيار قياداته وممثلي من الجانب الليبي ثمن الرئيس أو رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدول المصري الحيوي وجهود مصر الحتيثة والصادقة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا من خلال دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين من ناحية وأيضا إعادة توحيد مؤسسات الدولة في ليبيا بالتأكيد كمان في الدعم المتكامل والمستمر لتنفيذ مختلف المخرجات الأممية والدولية بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بما يحفظ لليبيا وحدتها وأمنها وسيادتها استعرض أيضا السيد محمد المنفي مجمل المشهد السياسي الداخلي الحالي في ليبيا وتم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق ما بين الجانبين خلال الفترة اللي جاية لمتابعة مستجدات العملية السياسية والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية والتأكيد على خروج المرتزقة والقوات الأجنبية وكمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بشكل متزامن وإنه ده اللي هيساعد على استقرار ليبيا وتمكين الشعب الليبي من السيطرة الكاملة على مقدراته وسيادته على أراضيه